موسيقى مسؤولون محليون وشيوخ عشائر يقودون محادثات لإخراج المدني من مناطق احتلال داعش في الرقة واشنطن ترصيد مكافأة مالية لاعتقال اثنين من قادة حزب الله اللبناني وتؤكد مواجهة الحزب أولوية لترامب ورئيس إقليم كاتالونيا يعلن تعليق استقلال الإقليم عن إسبانيا ومدريد لا تعترف بشرعية الاستقلال أصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري إذ علن تحالف الدولي ضد داعش أن مسؤولين محليين وشيوخ عشائر سوريين يقودون محادثات لتأمين ممر آمن للمدنيين الذين يتخذهم داعش دروعا بشرية في مناطق من مدينة الرقة وما تزال تحت احتلال أفراد التنظيم الإرهابي ويدعم التحالف قوات سوريا الديمقراطية التي تنفذ عملية عسكرية تمكنت حتى الآن من إخراج تنظيم داعش من نحو 90% من الرقة أبو محسن أبو لأربعة شهداء قتل أولهم في المعارك ضد قوات النظام في معدم تنظيم داعش اثنين من أبنائه تحت مرأة أطفالهما في ريف درعا ليفقد بعدها رابع أبنائه في المعارك التي يهضها الجيش الحر لاستئصال التنظيم من مناطق احتلاله في حوض اليرموك جنوب سوريا نتابع قصته أولادي الشهداء إن شاء الله ياسين وضاح وغياث اللي استشهدوا بعد دخول الدواعش على منطقة حوض اليرموك كان ياسين قائد دبابات بجبهة ثوار سورية وكان يعني من اللي ليهم باع طويل في الثورة وكان مجاهد من فضل الله قارع هذا النظام من بداية الثورة في أول يوم دخلوا الدواعش إلى حوض اليرموك كانوا من المدافعين عن أرضهم وعرضهم وعن بلدهم السيل فوضعوا لهم كمين الدواعش فالشباب طلعوا عيالهم ووجدوهم ووضعوا لهم كمين على الطريق وغدروا فيهم ووقفوهم بعد ما وقفوهم وعرفوهم ونزلوهم من السيارة وصفوهم أمام أعين أطفالهم ونساءهم وخواتهم اللي كانوا معاهم بالسيارة بعد تقريبا أربع شهور من دخول الدواعش على تسيل صارت عدة معارك تصوب فيها الله يتقبلوا ويرحموا غياث ولكن بالمعركة اللي تمت بتاريخ عشرين ثماني تقريبا استشهد غياث بالمعركة ضد الدواعش على جبهة الميمدال مع قسم كبير من زملاء الثوار وكمان غياث بيشهدوا لكل ربعه اللي كانوا موجودين معاه بكل المعارك كان من الأبطال كان من الشرسين كان من اللي أنا بفتخر بيهم وبفتخر بشهادتهم وأني لله الحمد ضحيت وقدمت هؤلاء الشهداء ومستعد أقدم باقي أبنائي وأبناء أبنائي في سبيل تحرير وطننا من رجس بشار وأعوانه بالدرجة الأولى ومن كل الإرهابيين على رأسهم داعش أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة مالية بقيمة سبعة ملايين دولار لأية معلومات تؤدي إلى اعتقال القيادي بميليشيات حزب الله اللبنانية طلال حمية وخمسة ملايين دولار لأية معلومات عن القيادي فؤاج شكرا وبحسب الخارجية الأمريكية فإن حمية يدير الذراع الإرهابية الدولية لحزب الله وقد ارتبط بعدد من الاعتداءات الإرهابية أما شكر فهو قيادي عسكري كبير في حزب الله وشارك في الهجوم الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل في صفوف البحرية الأمريكية في بيروت في عام 1983 وأكد مناسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية أن مواجهة حزب الله هي أولوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العراق باشرت القوات الأمنية بعملية تسليم مهام حفظ الأمن في الحويجة جنوب غربي كاركوك بتسليم الملف الأمني إلى قوات الشرطة المحلية بعد أن أنهت تحرير مناطق المدينة بالكامل قائد فرقة الرد السريع العراقية اللواء ثامر محمد قال لأخبار الآن إنه تم تنسيق مع قوات الشرطة الحويجة من أجل فتح مراكز ومقار أمنية لغرض تهيئتها لمهام مسك الأرض في مركز المدينة حيث ستكون بالتعاون مع قوات الجيش العراقي والحجد العشائرية القطعات الماسكة اليوم لاحظنا أنه هي دخلت إلى المنطقة من أبطال الجيش العراقي وأبطال الحشيد واليوم الآن مدير الشرطة اليوم يمنهسه وإن شاء الله جاء الرتب أنه فتح مجموعة من مراكز الشرطة للاستثباب الأمن في هذه المنطقة عثر الجيش العراقي على شبكة من الأنفاق في قرى تلعفر غربي مدينة الموصل كان أفراد داعش يستخدمونها لمراكبة القوات المحررة قبل أن تتم هزيمتهم مرسلنا ويسام يوسف والتفاصيل ما أن وصلنا إلى القرى الواقعة الشمالية للعفر بعد تحريرها من داعش وخلال تنفيذ القوات العراقية مهمها في التطهير جذب انتباهنا كثرة الأنفاق الموجودة في هذه المناطق مقارنة بمناطق نينا والأخرى التي تم تحريرها الأنفاق موجودة بكثرة بكل مكان أي مكان أي قرية أكو شبكة أنفاق موجودة بداخل يمكن لقرب هذا المكان من الجبل صحيح 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 أمي كانوا يحاولون يستفادوا من الجبل بس الحمد لله وشكر كسرناهم وما قدروا يستفادوا من عدة قلت لك أنا قبل شوية أكو شغلات عسكرية يعني هي التعبئة العسكرية رادوا يشتهلون بها بس ما فعدتهم الأنفاق والمواضع الدفاعية الشقوق الخنادق المسوي هنا حتى صير خط صد دفاعي حصين لهم ما قدروا يستفادوا من عدة عشرات القرى تتوزع إلى الشمالية من تلعفر زرناها برفقة قوات الفرقة الخامسة عشر للجيش العراقي وتفاجعنا بأن جميعها يحتوي على أعداد كبيرة ومتنوعة من الأنفاق التي استخدمها مقاتل داعش في التخفي قبل انهيارهم أمام القوات المحررة تنوعت استخدامات بعض الأنفاق كما أخبرنا ضباط الجيش العراقي فهذا النفاق يمتد لمسافة ألف متر كان غرض داعش منه مراقبة القوات العراقية والتحركاتها بالقرب من هذه القرية الفوج هذا فوج شارك بالجانب الأيسر شارك مع الحشد بتحريرها العبطة والقرى اللي دايرها وآخر شي شاركنا بتل الرمان مع الذهبية والحمد لله وشكر الآن نحن لواءنا لواءة 72 وباشرنا بتحرير هذه القرى فالخبرة اللي اكتسبوها الجنود والضباط يعني فادتنا إن شاء الله داعش العقوة 2007 داعش اجوا هنا تنظروا قاعدة داعش وصدوا هو زوجته بعض الأنفاق في هذه القرى تعودوا إلى ما قبل حزيران سنة 2014 فقد كان مسلحو التنظيم ينتشرون هنا ويستعملونها للاختباء من القوات العراقية وهنا المفاجأة فقد اكتشفنا أن استراتيجية داعش في حفر الأنفاق كانت موجودة حتى قبل اشتياحه الموصل واحتلالها أحييكم من جديد قال وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور جرغاش إن الدوحة خسرت مزاقيتها وإن الحملة التي يشنها إعلام النظام القطري لتشويه صورة دولة الإمارات ستفشل وشار الدكتور جرغاش إلى أن سياسات دعم التطرف قادت قطر إلى عزلتها وموقفها المخزي في اليمن يعارضه مواطنها استطاعت أسر عريقة من تومبكتو الحفاظ على المخطوطات ومن بينها أسرة الشيخ محمد الطاهر التي توارثت هذه المخطوطات وحافظت عليها من الضياع والسرقة الزميل جمال العريبي زار هذه الأسرة وعد لنا بالتقرير التالي مخطوطات تنبكتو لم تحرق كلها وإنما تمت سرقة جزء كبير منها هذا ما قاله لنا محمد عبدالواحد حيدرة عندما زرناه في بيته ما تم أحراقه قليل لإهام الناس بأنهم أحرقوا المخطوطات في حين هم سرقوها لبعيها وأستطيع القول بأنهم سرقوها من أجل أن يحصلوا على المال محمد عبدالواحد استطاع الحفاظ على المخطوطات الخاصة بعائلته والتي وارثها أبا عن جد هنا داخل بيته أخفها بعيدا عن أنظار الجماعة المسلحة التي حاولت في عديد المرات سرقة هذا الموروط الحضاري ساعدناه في إخراج هذه الصناديق لنطلع على ما بداخلها استطاعت إذن عائلة محمد الطاهر من الحفاظ على هذه المخطوطات لأكثر من 300 سنة هذه المخطوطات وهذا الموروط الثقافي الذي يحاول اليوم يحيى الحفاظ عليه من خلال إنشاء مكتبة مخطوطات تحمل اسم الوالد المؤسس محمد الطاهر ليتمكن الجميع من الإطلاع على هذا الكنز التاريخي أهمية هذه المخطوطات جعلتها محط أطمع الكثيرين من المهربين الذين استطاعوا سرقة جزء منها وتهربها عبر الطريق الصحراوي لبيعها وعندما أدركت العائلات في تنبكت الخطر الذي يحيط بهم تم نقل جزء منها إلى العاصمة باماكو فيما حافظت الكثير من العائلات على هذه المخطوطات بإخفائها في أماكن لا يصل إليها أحد هذه المخطوطات لا ثمن لها فمع دخول المسلحين قمت بأخذ عائلتي بعيدا عن تنبكتو واغتنمت الفرصة لإخفاء المخطوطات في غرفة مظلمة ولا أحد من العائلة أو غيرها يعلم بأنني أخبئ المخطوطات في هذه الغرفة هكذا استطعت الحفاظ عليها وحتى أنني غطيت الباب بالطين حتى لا ينتبه إليها أحد ومن بين الطرق التي استعملها عبد الواحد لإطالة عمر هذه المخطوطات نسخها وتصويرها نسخ إلكترونية غاية هؤلاء إذ يسعون لتخريدها لأجيال كموروث عائلية فيها من العلم والعلوم ما يمكن أن يستفيد منه الأحفاد بأدوات بسيطة وبجهود فردية يحاول يوميا نسخ العشرات من الصفحات والهدف وإن كان ساميا إلا أنه سينحصر في فتح مكتبة بسيطة تجمع هذا الكنز لتعرضه على الزوار والباحثين حتى نحافظ على هذه المخطوطات يجب أن ننسخها إلكترونيا وتكون لدينا العديد من النسخ والقيام بهذا ساعدتنا جمعيا في صناعة هذه الآلة الخشبية التي صنعناها هنا في تنبوكتو واليوم أي مكتبة يمكنها فعل هذا بنفسها وهذا لن يكلف أكثر من خمسين دولار بهذا يمكننا نسخ هذه المخطوطات ووضعها في متناول الباحثين بعد الحرق مهددة هذه المخطوطات اليوم بالسرقة أوراق تعود إلى آلاف السنين لم ينسى العالم الإسلامي منظر ما تبقى منها متفحما لكن يقف الزائر اليوم لهذه العائلات وقفة احترام وإعجاب بوعيهم لقيمة هذه المخطوطات التاريخية والحفاظ عليها بقي أن لا يطالها تلف الزمن مخطوطات تنبوكتو تختزن قرولا من تاريخ منطقة غرب إفريقيا وعلاقة المنطقة بالعالم العربي والإسلامي هذه المخطوطات اليوم تواجه تحديات صعبة وتحاول بعض العائلات الحفاظ عليها جمال علي بالأخبار الآن من مدينة تنبوكتو شمالي مالي اقترح رئيس كتالونيا كارلس بوتشيموم تعليق إعلان الاستقلال عن إسبانيا في حين أعلنت نائبة رئيس الوزراء الإسباني سورايا دي سانتا ماريا أن الحكومة في مدريد لا تعترف بشرعية إعلان الانفصال وجميع الإجراءات المتعلقة بالاستفتاء حتى العودة إلى المسار القانوني وقال دي سانتا ماريا إن رئيس حكومة كتالونيا كارلس بوتشيدي مون أوصل الوضع إلى أقصى مستوى من عدم الاستقرار كما أن خطابه ينم عن شخص لا يعرف أين هو وإلى أين يسير ومع من يريد أن يتجه ذكر تقرير أن قراصينة معلوماتية من كوريا الشمالية سرق مئات البيانات العسكرية من كوريا الجنوبية بينها خطط عمليات حربية مفصلة تشمل حليفها الأمريكي وقال نائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم ريتشيول هي إن من بين الوثائق المسربة خطط عمليات خمسين خمسة عشر التي تطبق في حالة حرب مع الشمال قال مصدر مقرب من البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي سيفتقد سيتفقد منطقة الحدودية العازلة بين الكوريتين خلال زيارته إلى سيول مطلع نوفمبر تشرين الثاني المقبل المزيد في تقرير الزميل نيضال عمرية تصريحات مغلفة بتهديد ووعيد بحرب مدمرة تارة وهدوء نسبي يعقبه تلوح بورقة حل دبلوماسي ناعم تارة أخرى تتابع الأحداث في شبه الجزيرة الكورية على أشده وشريط التطورات اليومية يشهد حالة من المد والجزر لكن هناك ما يدعو للقلق حاليا ألا وهو إحياء الذكرى الثاني والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية مناسبات يفضل فيها نظام كيم جونغ أون الاحتفال على أصوات إقلاع الصواريخ الباليستية ربما لم يكن هذا التخوف الحدث الأسوأ أيضا فهناك صدمة أخرى تتلقفها سول وحليفتها واشنطن حول نجاح قراصنة كوريين شماليين في سرقة وثائق عسكرية سرية تضم خطط العمليات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تطورات دقت ناقوس الخطر في كوريا الجنوبية تخوف سول من لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحل العسكري ضد جارتها المزعجة دفعها إلى طرق أبواب الطلب على الأسلحة الحديثة مصادر عسكرية تقول إنها أيسول اكتسبت تقنية لتصنيع ما تعرف بالقنابل الناعمة وهي أسلحة غير مؤذية لكنها تستطيع كبح جماح قوة كوريا الشمالية اللوجستية في حال حصول حرب بتعطيل محطات الطاقة الكهربائية لديها التوترات في شبه الجزيرة الكورية قد تتفاق محدتها أكثر فأكثر في الأيام القادمة خصوصا مع ما نقله مصدر مقرب من البيت الأبيض حول نية الرئيس ترامب زيارة منطقة منزوعة السلاح في كوريا الشمالية الشهر المقبل وهي إحدى المناطق الأخطر في العالم ما يعني أنه أي ترامب سيكون على بعد خطوات معدودة من الجنود الكوريين الشماليين الأمم المتحدة بدورها وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخها فرضت لجنة متابعة العقوبات التابعة لها حظر رسو دولي على أربع سفن بعد أن خرقت العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية تصريح هنا وآخر من هناك وتهديد يقابله وعيد نذر الحرب المدمرة تراود الجميع وتوقعات باندلاعها في أي لحظة أو بعد أي خطوة غير محسوبة أحييكم من جديد مشاهدنا ونتحول وإياكم إلى مختراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية مشاهدين لهذا اليوم من صحيفة الخليج التي نقرأ منها في الصحة لسقة لإزالة شحوم الخسرة توصل بحثنا في كولومبيا من خلال إجراء بعض التجارب على الفئران إلى لسقة جديدة يمكنها توصيل الدواء مباشرة إلى الشحوم حول الخسر لتحويل الشحوم الضارة إلى شحوم جيدة نطالع من صحيفة الوئام السعودية طائرة ورقية سريعة يمكنك التحكم بها من هاتفك الذكي عرض موقع كيكستارتر للتمويل الجماعي طائرة ورقية جديدة قادرة على الطيران بسرعة 25 ميلا في الساعة والقيام ببعض الحركات الاستعراضية ويمكن التحكم بها لغاية 60 مترا من خلال الهاتف الذكي وبسعر يبدأ من 29 دولار أمريكي واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصري تويتر يختبر ميزة لحفظ التغريدات لقراءتها لاحقا جاء في تفاصيل الخبر كشف تقرير جديد أن موقع التغريدات القصيرة تويتر بدأ اختبار ميزة جديدة تعرف بسيف فور ليتر والتي تطيح للمستخدمين حفظ التغريدات للعودة إليها في وقت لاحق وصحيفة الغد الأردنية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم واتساب تطرح نسخة لرجال الأعمال تقدم واتساب خدمة جديدة ستكون منفصلة تماما عن الإصدار الحالي من التطبيق من خلال نسخة مختلفة صممت خصيصا لشركات الأعمال وسيكون باستطاعة أصحاب الأعمال الصغيرة استخدام النسخة الجديدة التي يطلق عليها واتساب بيزنس ختاما مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية وبيض مهندس وراثيا لعلاج السرطان كشف باحثون يابنيون عن وسيلة جديدة لعلاج السرطان تتمثل في استخدام دجاج مهندس وراثيا للحصول على بيض يحتوي على عققير بيتا انتريفيرون نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا نقص الأكسجين أثناء الولادة يعد سببا مهما لحدوث وفاة بعض حديثي الولادة أو إصابتهم بإعاقات عصبية متعددة ومستديمة مدى الحياة تفاصيل أوفى عن العلاج مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن الزميلة عبير عبدالله يعد نقص الأكسجين لدى الجنين أثناء الولادة من أهم أسباب إعاقة الجهاز العصبي المؤدي إلى حدوث إعاقات مختلفة للمولود وعند بقاء الطفل حيا فإنه غالبا سيواجه مشاكل عصبية مرضية طويلة الأمد مثل الشلل الدماغي أو التخلف العقلي ويظهر على المولود بعض الأعراض بعد الولادة مباشرة مثل شحوب الوجه وصعوبة التنفس وعدم البكاء وارتخاء المولود التقينا باستشار جراحة العظام والعامود الفقري للأطفال الطبيب زيد العبيدي وشرح لنا ما هي أنواع العلاج في حالات نقص الأكسجين أثناء الولادة وأفادنا بالتالي أحب اليوم أتكلم على موضوع مهم جدا هو موضوع النقص الأكسجين عند الولادة في أطفال كثيرين يعانون من هذا الأمر الطفل عند الولادة يكون الدماغ عنده جدا حساس لنقص الأكسجين فلأي سبب من الأسباب عندما يحصل نقص أكسجين عند الولادة يتأثر أول ما يتأثر في الدماغ المركز الحركي ويسبب ما نسميه الشلل الدماغي عند الأطفال طبعا الشلل الدماغي عند الأطفال في أطياف كثيرة جدا في أطفال يتطورون بشكل طبيعي وما تحس في أي مشكلة عندهم وفي أطفال ممكن أنه للأسف حتى يعانون مشاكل أنه ما يقدر يمشي أو يركض بالطريقة الطبيعية وما ممكن أنه يمشي طيب أنا أحب بس أتكلم على نقطة مهمة جدا أنه هذا المرض مشكلة المرض هي مركزية دماغية ما في أي مركز في العالم ممكن يحل هذه المشكلة والعلم ما توصل لحد الآن لحلول هذه المشكلة اللي احنا نقدر نقدمه كأطباء جراحة عظام وكسور الأطفال هو تحسين الوضع الطرفي يعني مثلا عمليات نقل الأوتار عمليات تطويل الأوتار في هذه العمليات ممكن أنه تحول الطفل إلى تعطيه نقلة نوعية بالمسألة المشي في أطفال ما يمشون ممكن أنه يمشي في أطفال مشيتة متأثرة ممكن أنه تتحسن بعد عمليات نقل الأوتار وتطويل الأوتار وأنا دائما أركز أنه فيه للأسف بعد بعض الحالات اللي تجرى فيها عمليات نقل الأوتار عفواً تطويل الأوتار اللي ممكن تأثر سلبياً على الطفل لأنه في بعض الأحيان أنت لما تطول الوتر ممكن تضعف العضلات وبالنتيجة ممكن أنه تأثر سلبياً على الطفل الشيء اللي أحب أن أركز عليه في النهاية أنه هذه الحالات العلاج متوفر وموجود والطفل ممكن أنه تتحسن مشيتة وتتحسن وظائفه ثمانين تسعين في المية وبعض الأطفال اللي حتى ما قادرين على المشي ممكن أنه يمشي بإذن الله شددت منظمة وطباء العالم بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية على ضرورة أن تكون الصحة النفسية أولوية في سياق الأزمة السورية المزيد حول حال الصحة النفسية في سوريا والعالم العربي نتابعه في تقرير الزميلة حنان ظاهر لا يكاد يمر يوم دون أن تتعرض أينما كنت لأخبار العنف والقتل والدمار في العالم سواء كنت في بيتك أو على الطريق أو في عملك ستصلك الأخبار أقلها خبر تقرأه على هاتفك المحمول بشكل عابر هذه الأخبار التي بالتأكيد ستترك أثرا عليك وعلى حالتك النفسية غالبا ما ستكون مؤقتة لكن ماذا عن البشر الذين يعيشون هذا العنف بشكل يومي؟ كيف سيؤثر ذلك على صحتهم النفسية؟ بعد ست سنوات من الحرب والتعرض المستمر للصدمات النفسية تعاني سوريا من أزمة لا يمكن إهمالها فيما يتعلق بالصحة النفسية لذلك شددت منظمة أطباء العالم بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية على ضرورة أن تكون الصحة النفسية أولوية في سياق الأزمة السورية فقد أدى الصراع الدائر إلى نزوح إعداد كبيرة من السكان وتزايد الاحتياجات الإنسانية في سوريا وفي البلدان المحيطة وبحسب المنظمة فإن اختبال المعارك البرية الجارية والغارات والقصف المستمر أسبب بلا شك مستويات عالية من الضيق النفسي بين السكان السوريين وقالت منظمة أطباء العالم إن عدم ملاحظة ذلك وعدم علاجه قد يفسح في المجال مع الأسف لمستويات أعلى من المشاكل على صعيد الصحة النفسية داخل المجتمع إضافة إلى ذلك نقص الأطباء والأخصائيين النفسيين ظهر بشكل جلي في العراق بعد ظهور تنظيم داعش وتطور الحرب الدائرة والدامية معه وتقول منظمة الصحة العالمية إن الدول العربية تتصدر العالم في نسبة الاكتئاب مع تفاقم العنف وغياب الاستقرار فيها إلا أن مفهوم الصحة النفسية يساؤفهمه في العالم العربي وكثيرا ما يجري تجاهله مما يترك ضحايا الأزمات وحيدين أمام مشاكلهم النفسية في خبرنا الأخير كشفت حلبة مرساياس عن أجنتد أنشطتها التي تتضمن 420 حدثا وفعالية متنوعة تستمر على مدار 12 شهرا متواصلا لتكون الرزنامة الأشمل والأكثر تنوعا في تاريخ الحلبة وباعتماد رزنامة فعاليات الموسم فإن حلبة مرساياس تحقق رقبا قياسيا جديدا وذلك مع استعدادها لتنظيم أكثر من 400 فعالية متنوعة وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تفكير بما جاء فيها من عنوين مسؤولون محليون وشيوخ عشائر يقودون محادثات لإخراج المدنيين من مناطق احتلال داعش في الرقة واشنطن ترصد مكافأة مالية لاعتقال اثنين من قادة حزب الله اللبناني وتؤكد مواجهة الحزب أولوية لترامب ورئيس إقليم كاتالونيا يعلن تعليق استقلال الإقليم عن إسبانيا ومدريد لا تعترف بشرعية الاستقلال بهذا إذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختم نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتفيتر ويمكنكم أيضا متابعة بثينا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدين بعد أقل من نصف ساعة في موجاست الأنباء دائما كونوا معنا نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب وليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب وإن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك